اعلنت وزارة الخارجية دخول 559 مواطنا عراقيا من أوكرانيا إلى الأراضي البولندية منذ بداية العمليات الروسية فيما أكدت العمل مع السفارة في كييف على أجلاء 30 عائلة عالقة في مدينة السومي المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أوضح أن السفارة منحت 25 جوازا حتى الآن ممن فقدوا جوازاتهم في أوكرانيا إضافة إلى منحها عشرات سمات الدخول لأوكرانيات زوجات العراقيين مع أبنائهم فيما أشار إلى أن سفارات العراق لدى كييف وهنغاريا وبولندا ورومانيا تعمل على مدار الساعة لتسهيل مهمة الإجلاء